السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل نسل تبع قناتي منورني دايما يا رب يا رب دايما تكونوا في احسن حالو تكونوا بخير النهاردة وصفة كتير نس طلبتها مني الفترة اللي فاتت عاوزين بلم للقدمين طبعا عشان دخلين عشيتها بقى ونسل رجلها بتبقى ناشفة ومشاققة عاوزين حاجة ترطبها وفي نفس الوقت تخليها طرية ونعمة جدا فالنهاردة هنعمل بلم كده سهل جدا 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 بجد مكونات كلها مفيدة للبشرة هترطب هتغزي هترجع لها المرونة بتاعتها قبل ما نبتدي طبعا ونبدأ الطريقة بتاعتنا كالمعتاد لو انتو دايما بتشوفوني او بتتابعوا فيديوهاتي بصفة عامة اتمنى انتو ما تطلعوش بره الفيديو ده لو انتو مشجعيني كده بلايك او كومنت او شير للفيديو عندكم لان ده اللي بيفرق معايا ومعا القناة وبيخليها تكبر وتستمروا ان انا اقدم محتوى افضل لكم بإذن الله واتشجعوا ما بقاش مكسلة كده ويعني ازبطكم ولو اول مرة تشوفوا الفيديو بتاعي او اول مرة تشوفوا قناتي ما تطلعوش برضو اللي لو انتو عاملين سبسكرايب فعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد بصوا البلم الجميل اللي تحفة ده قوام بتاعه ناعم جميل جدا زي ما انتو شايفين بيطلع بكل سهولة والسهول زي وبيتاخد كأنه كريم ولكن بيجاد مفيدة للبشرة تابعوا الفيديو للاخر نهاردة في شرح للخامات بتاعتنا عشان نعرف الفوائد بتاعتها بناء على طلب ناس كتير ان هما حابين اني لما اعمل فيديو اتكلم عن الخامات واتكلم عن فوائدها او ايه اه الوجه الاستفادة منها في المنتج بتاعنا ده كان البلم بتاعنا نهاردة بجد تحفة جدا 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 جربوها يجبكم تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة معي البكر بتاعي حان نحط الحاجة على نار هادية او حمام مئي اول حاجة معي 20 جرام زبدة شية طبعا زبدة الشية اه بتعمل ايه هنجي نقول دلوقتي ان هي مفيدة البشرة الحساسة مفيدة البشرة الجفة وكمان بتعيد مرونة البشرة وترتيب البشرة بعد كده عندي 20 جرام زيت جوز الهند وزيت جوز الهند ده بيعمل على ان هو بيقلل الجفاف وبيساعد على تنعيم البشرة وكمان مضاد للبكتيريا وبيقلل اي التهابط موجودة في الجلد او البشرة بصفة عامة يبقى ده بالنسبة لزيت جوز الهند طبعا زيت جوز الهند الاصلي اللي هو بيبقى صلب في الشتاء مش سيل بعد كده عندي 10 جرام اي واكس الاي واكس ده شمع استحلاب بيبقى هو بالضبط هو عامل استحلاب او عامل تصلب بيدينا ملمس الكريمي وبيستخدم في مستحضرات التجميل لان هو هنا اللي بيعمل على الملمس او القوام الكريمي شوية احنا البالم بتاعنا النارده ملمس كريمي بعد كده عندي معلقة صغيرة من الالوفيرا جيل بتساعد في علاج التهابط الجلد على فكرة والاجزيمة والحروق البسيطة زي حروق الشمس وترتيب الجلد ده بالنسبة لجيل الالوفيرا اخدنا منه معلقة صغيرة بس كده وكل حاجة بنحطها على بعض في البكر زي ما انتو شايفين بعد كده عندي جيلسرين برضو معلقة صغيرة من الجيلسرين الجيلسرين بيحافظ على نظرة البشرة وبييرطب البشرة وبيحمي البشرة من أشاعة الشمس لو استخدمنا البالم ده على بشرتنا هنقدر نستخدمه البشرتنا على فكرة خاصة للناس اللي بشرتهم جفة جدا تمام؟ يعني بلاش البشرة الدهنية لو هنستخدمه البشرتنا هو أصلا للقدم عشان يركع النعمة والتطرية الكافية ولكن لو للبشرة البشرة جفة لأنه كله زيوت وحاجات كده بتدي ترتيبه نعمة بعد كده عندي زيت روز مالي هياخد منه 3 معالق صغيرة زيت الروز مالي ده بيقوم جفاف البشرة وبيعزز رتوبتها وتغذية البشرة كلتها للبشرة يفويت كتير جدان 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 بجد حلوة قوي يريد تلتزمه بالمقادير اللي أنا قيلها طلعوا أحلى برم للقدمين بالنسبة أن هنحنا دخلين على الشتاء فبيد ده هيزبط معكم جدا خاصة للناس اللي رجلها بتبقى ناشفة جدا بعد كده ما حطيت حكتي دي كلها اخدها على نور هادية جدا أو حمام مائي أنا هنا خلاص ده وبتهب هبدأ بس أنزل حرارتها شوية أنا مش عاوز أحط بقية الزيوت والحاجات بتاعتي وهي سخنة فأنا هبدأ أقلب كده فترة لحد ما حس إن درجة الحرارة بتاعتها نزلت شوية علشان أبدأ أحط بقى بقية الحاجات بتاعتي زي زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر وفيتامين إيه لو الفيديو عجبكم واستفدتم معي متنسوش نعملو حيلا لايك وكومنت وتشارلو الفيديو عندكم هنا بعد ما سبتها بردت شوية هنيجي بقى نحط بقية الحاجات عندي زيت شجرة الشاي يقود منه خمس نقاط لو اتكلمنا عن زيت شجرة الشاي ده بيعالج جفاف الجلد والإجزيمة وعلاج البشرة الدهنية وتخفيف حجة الجلد فبجد زيت شجرة الشاي ده من الزيوت اللي بجد ليها نتيجة مبهرة جدا للبشرة أو للشعر بصفة عم بعد كده عندي زيت اللافندر هحط منه عشر نقاط عشان الريحة الحلوة طبعا وفي نفس الوقت زيت اللافندر ده برضو بيحارب الإلتهابات وبيساعد برضو في علاج جفاف الجلد والإجزيمة والصدفية بجد زيت اللافندر من الزيوت اللي بتعمل ريلاكسنج كده وبتبقى بجد مهدقة للأعصاب ورحيتها حلوة قوي بجد كميلة غير فويده طبعا زي ما قلنا بعد كده عندي فيتامين إي هحط منه خمس نقاط لو مش عندكوا تجيبوا الفيتامين اللي هو كابسول من الصيدلية وحطوا كابسولة فيتامين إي ده بيحارب بعض الأمراض الجلدية والمساهمة في ترتيب الجلد وكمان بيساعد على الحد من التجعيد لو استخدمناه للبشرة دي النهاردة كانت الخمات بتاعتي اللي استخدمتها والمكونات طبعا كلها موجودة في الفيديو مكتوبة كتابة لو حابين تنقلوها في كراسة هنتبع ترتيب الخطوات في عمل البالم طبعا بجد هيعجبكو جدا بيتحط في برطمان هتقدر يتسوي إيه لو هتعمليه منتج تجاري بعض الملاحظات لو حد سألني ليه مش حطين مادة حفظة لأن احنا مش مستخدمين مياه في المنتج فبالتالي مش هنحط مادة حفظة هنا فيتامين إي هو المادة الحفظة بتاعتنا اللي بيحافظ على الزيوت وبيطول في عمر المنتج فاحنا هنا ما بنحطش مادة حفظة طالما المنتج ما فيهوش مياه تمام يعني ليه عمره هيعيش معنا أنا دي برطمانات عندي كده صغنانة تقريبا 30 جرام فشكلها حلو كده فأنا هفضي وتقريبا هيجيب برطمان وشو بسيطة كده هيتسبو برطمان فطبعا لازم نفضيه هو لسه دافي ما نستناش يبرط عشان هيجمد معنا هيبقى صعب فهو كده هنبدأ ان احنا نحطه في البرطمان بتاعنا ونسيبه بقى يبرط تماما لحد ما يجمد زي ما شفتوه أول الفيديو هيبقى شكله بلم بجد حلو تقدروا تاخدوه بأي أداة عندكو زي الأداة اللي انا استخدمتها في أول الفيديو أو بأيدينا بنبدأ ناخد حاجة بسيطة ونبدأ ان احنا ندهن رجلنا كويس والأفضل في استخدامه ان انتو تستخدموا البلم ده قبل النوم تبدأوا ان انتو تدهنوا رجلكو كويس جدا ولو عندك شرب قطنا حلوة كده البي سي وهتيجي تاني يوم بجد هتلاقي النتيجة وهم يعني هيامل معاك شغول جيدة فجربوا الطريقة دي واتمنى ان انتو تقولوا لي رأيكم فيها وعملت معاكو ايه والنتيجة كانت ايه ياربا مكنش طولت عليكم ولكن طبعا زي ما ناس كتير جدا حابين يبقى في شرح للخمات فبالتالي مدة الفيديو هتطول لقيني في شرح ولكن لو مشرحتش الكلام ده كله كانت المدة هتبقى صيارة وهننجز فانتو قلولي رأيكم حابين الفيديوهات الجايكم فيها شرح للخمات زي كده ولا نأثر الفيديو ونجريه شوية بحيث ان مجرد ان احنا نقول المكونات بتاعتنا وخلاص اتمنى ان الفيديو يعجبكم وطريقة وانتظروا فيديوهات كثير جدا هتعجبكم برضو وكمان تابعوا التحدي الخمسين وصفة ان شاء الله خلال يومين ننزل التحدي الثالث ومكمل يوم مع بعض بإذن الله الخمسين وصفة بنجاح بمكونات مصبوطة بالمليل وزي ما انتم تابعين قناتي الحمد لله وفيديوهاتي كل فيديو في حد ذاته ناجح مفيش اي نسبة اخطاء اتمنى ان انتم تكونوا دايما بخير وتشجعوني وتنسوش حيلا تحطوا اللايك وكمنت والشير ولو مش عاملين سبسكرايب اعملوا حيلا فعلوا الجرس اشان اصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته